موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ميز شهر رمضان بإنزال القرآن دستور الحياة فيه وشرفه وبارك أيامه ولياليه وأضاء الدنيا ببعثة حبيبه ومصطفيه اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وعلى آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يا صاحب الحوض كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل ضمي لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا تقوم وحدك كل الرسل لم تقمي يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخلق كلهمي أهلا وسهلا بحضراتكم معنا وكل عام وأنتم بخير في برنامجكم المتميز والمتجدد دائما وأبدا الدين والحياة وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا الصلاة والصيامة والقيامة وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء يا رب العالمين أحبتنا الكرام شهر رمضان شهر الخيرات إلى الذين يشتقون إلى رمضان ليجددوا إيمانهم وليحيوا قلوبهم وليتزودوا منه بزادي السنة كلها إلى الذين شرقوا وغربوا بعيدا عن الفطرة فلفحهم الحر وذاقوا ألم الجوع والخوف إلى هؤلاء وغيرهم نقول يا بشرى هذا رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يقول ابن رجب لما سلسل الشيطان في رمضان وأخمدت نيران الشهوات بالصيام لم يبقى للعاصي عزر فيا قلوب الطائعين أخشعي ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي فما منكم من أحد إلا وقد دعي فطوبى لمن أجاب وويل لمن طرد عن الباب يقول حبيب رب الأرض والسماء من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا إلي يحصل يا سيدنا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه تاني تاني حديث سيدنا النبي من صام رمضانا وفي رواية من قام رمضانا إيمانا واحتسابا التعب بتحتسبه عند ربنا الإرهاق عند ربنا الجوع تحتسبه عند ربنا العطش عند ربنا واحد بيجتمك تحتسب ده كله عند ربنا مش كل ما حد يكلمك تقوله عاصل أنا روحي في مناخيري عاصل الدنيا صيام لا أنت بتحتسب عند ربنا إن شهتمه أحد أو سابه فليقل إني امرئ صائم مرتين كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فرسة للمتقين فرسة للمتقين ربيع القلوب صفاء الأرواح أنت خلقت من مادتين كل الكائنات العاقلة خلقت من مادة واحدة من مادة واحدة الملايكة من نور والجن من نار أما الإنسان فهو المخلوق العاقل الوحيد الذي خلق من مادتين حفن من التراب ونفخ من الوهاب إذا مال الإنسان إلى شهواته مال إلى التراب وإذا مال إلى روحه مال إلى الوهاب كأن جزوره في الأرض وروحه ممتدة للسماء عشان كده لو أصرت في رمضان تشبع جسمك هتتعب نفسه هو عتشبع جسمك هو عتقول الأكل والشرب في رمضان ولذلك غير المتقين يعني الغرض من الصيام إيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الغاية إيه لعلكم تتقون فوضع الصيام بين الإيمان وبين التقوى ولذلك غير المتقين يخبرك حاله ربنا جعل رمضان فرسة فرسة للحب والاستغفار فجعلوه شهرا للغضب والشجار للكره والشجار جعله الله لنغير فيه من صفات أنفسنا فما غيرنا إلا من موعيد أكلنا كنا بنأكل ثلاث مرات دلوقتي بنأكل مرتين صحور وعشا وفطار اللي هو بسموه في بعض الدول العربية العشا عشان كده غيروا من صفات أنفسكم أي واحد فينا كان بيسب قبل رمضان جي رمضان علي مقدرش إيمانا واحتسابا شفتي بقى الحديث أحنا بنسمعه كتير بس عايزين نطبقه عملي نطبق الحديث إيمانا واحتسابا أنت بتغضب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب ولك الجنة الله يقول لك عصلا بشر والناس هي اللي خرجتني عن شعوري ما ترضيش الناس الله الناس تعب جدا 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 ارضي رب الناس إذا أردت ألا تندم على شيء فافعل كل شيء لوجه الله أهو فعلا الناس صعبة عايز أقول لك سيدنا الإمام أحمد واحد راح له فقال له إيه أنت عارف إنت اللي بتشوفني وكل الناس وإخواتي المحترمين اللي معي في الكنترول مخرجنا الجميل والناس كلها اللي سمعاني أقول لك على حاجة تريحك واحد راح لسيدنا الإمام أحمد قال له ما السلامة من الناس أسلم من الناس إزاي قال له أن يؤذوك ولا تؤذيهم أن يؤذوك ولا تؤذيهم أن تقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك يا يؤذوك وما تؤذهمش تقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك فهو بقول له ده صعب يا إمام يعني مين يقدر كده يجتموني وما اجتمومش يؤذوني وما أزهمش أقضي مصالحهم وما يقدس مصالحي أعمل إيه ده صعب جدا فسيدنا الإمام قاله إيه وليتك تسلم منهم بعد ده كله يريتك تسلم من الناس صاحبك وقفت جنبه انت صح جارك وقفت جنبه وانت وانت ياللي قاعدة عمري ما جرتك طلبت منك حاجة إلا وديتيها لما تطلبي منها تقولك منين ولذلك يقولك اقضي مصالح عدوك قبل حبيبك يقوم تعيش مرتاح ومع ذلك ارضي ربنا وملكش دعوة بالناس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ملكش دعوة بحد انت في طريقك مع ربنا افعل الخير الله يقول في قرآنه وسارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات الله استبقوا لإيه الخيرات برنامج دنيا ودين والدين والحياة الدين والحياة تخيل حضرتك ان انت لما تعمل الخير لا تقع واذا وقعت وجدت متكأة اه صانع الخير وصاحب المعروف لا يقع واذا وقع وجد متكأة في يوم من الايام هيلاقي متكأ يتكأ عليه سمعني الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم عشان كده اوعى تغفل عن حكتي الحاجة الاولى دايما نفعل الخير والله العظيم كما تدينه تدان الناس بيفتكروا في الشر بس وفي الخير في الخير برضو يعني ان عملت حاجة هتقعد لك الخير والشر حب الناس ما تكرهش حد ابدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآننا اللي بقول كده ولذلك في رمضان حاول على قدر المستطاع شوف فقير شوف محتاج وما تحاولش ان انت تبين ان انت راجل معاك وغيرك معوش اعمل الخير انما نطعمكم ها لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة اننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرة بص ربنا قال ايه فوقاهم الله شر دالك اليوم ما تخافش اقسم لك بالله تصنع المعروف تقع في زنقه ولا في كرسة هتلاقي اللي يشيلك عاش ربنا يسخر لك الناس لان يقول لك صاحب المعروف لا يقع واذا وقع مجد متكى تبقر الحكم اللي بحبها جدا من صار بين الناس جابرا للقاطر ادركه الله في جوف المقاطر واحد كان اسمه عماد اسمه عماد شرم والله العظيم شفت الولد ده بيعمل خير كتير جدا على قدر المستطاع يركب معه واحد يقول له رايح فين لو عندك مريض قل لي وانا وصله اتصل بي شوف ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له ابواب الرزق كتير جدا واتبصت له يقول لك صباحا كله رزق عشان كده فاستبقوا الخيرات خليك دايما مع الخير سيدنا عيسى عليه السلام شوف ربنا يقول عنه حكاية عن عيسى وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُوا يعني نافعا للناس اينما اتجهتوا كل ما روح مكان بنفع الناس ده حكاية عن سيدنا عيسى ربنا بقول ايه وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُوا فَأَيِّ مَكَانَ مؤسسة جميلة جدا اسمها مؤسسة الردوان مؤسسة الردوان ديت بتبني مساجد وبتعمل برضو للصائمين والناس الفقراء واليتامة وكلهم يعني بتقف جنبهم مؤسسة بنت حوالي خمسة وستين مسجد وهي شغالة يعني خمسة وستين مسجد في أماكن كتيرة جدا ومحافظات كتيرة في مصرنا الحبيبة حاليا يتم العمل في حوالي ست مساجد محتاجين بنائها قبل دخول طبعا كنا نفسين أن يوم ما يخلصوا قبل رمضان لكن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك أبواب الخير أنت في رمضان والحسنة فيه من أدى فيه فريضة قول يا سيد سكت ليه أنت سمعني وقاعد ما تروحش بعيد أنت دخل المطبخ اسمعك كلمتين اللي أقولهم لك يالي دخل المطبخ دلوقتي عشان تعمل الفطار بتعمل الفطار وتتعبي نفسك أنوي أن أنت بتفطري صائمين حتى لو كان زوجك وأولادك أنوي ابنية علشان ربنا يؤجرك أنت بتتعبي ويقولك الحاجة الوحيدة اللي بتولد كتير إيه الموعين تغسي الموعين ليه لو النهار الستات يقولك البنت تتخانق مع أمها تقول لها وما فيش غيري معرفش إيه يا بنت غسيلي تقول لها معرفش إيه والأم تقول لك والبنت تقول لها يا ماما تسبسي بيني شوية طب معرفش إيه وطول النهار قاعدين بس على النت وقاعدين نكلم معرفش إيه يلا استبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كان بيسارعوا في الخيرات إحنا عايزين كده المؤسسة دي تبنت حوالي خمسة وستين مسجد وهي بصدت دلوقتي بناء ست مساجد من ضمن المساجد مسجد السيدة زينة بمدينة دمياط الجديدة ومسجد قرية أم حمدان ومسجد الرحمة ومسجد الصفة والمرة لمحافظة إداء أهلية إحنا عايزين زي ما قلت لحضراتكو كده في رمضان سابق وسارع وربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك حاجات كتيرة جدا 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 زي ما قلت لكم إن مؤسسة الرضوان مؤسسة خيرية مؤسسة جميلة جدا بقالها يعني باع كبير جدا في مجال الخدمي بتخدم الناس وعملت إنجازات كتيرة حوالي خمسة وستين مسجد زي ما قلت لحضراتكو وطبعا في مساجد عايزة إحلال وتجديد يعني أنا بناشد الناس ورجال الأعمال وأنا وإنت والناس اللي سمعيني إن أنت ما تبخلش ربا درهم ها الله يفتح عليك أيوة كده سبق ألف درهم درهم واحد سبق ألف درهم ما تقولي عن إيه الكلام ده صعب عليك والله ما صعب واحد معا عشر تلاف جنيه ورحم تبرع بألف جنيه وواحد معا ألف جنيه ورحم تبرع بالألف كله مين فيهم أفضل ماشي إ convergeting اللي تبرع بالألف جنيه التاني واحد معا عشر تلاف واتبرع بخامسة وواحد معا خمسمئت جنيه واتبرع بخمسمية ربا درهم سبق ايه سبق ألف درهم يلا كده المؤسسة زي ما قلت لحضرتك مؤسسة جميلة طبعا في رمضان بتشوف الأرامل والمساكين والمحتاجين وبتجهز البنات اليتامة ويبرضو يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد يروح له ويقول له يا رسول الله أنا حسي أني قلبي آسي وحاجة لم تقضى عايز ربنا يحنن قلبي وعايز حاجة ربنا يقضيها أعمل إيه سمعنا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عارف قال له إيه امسح على رأس اليتام وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك أقول له تاني أقول له تاني ركز في الكلام واحد رحل النبي قال له أنا قلبي آسي والله في ناس قلوبها زي أفئدة الطير عاملين زي الطيور كده قلوبهم جميلة أوي تحبوهم يحبوك يا خلي بالك تكرههم يحبوك تغضب عليهم يحلموا عليك عندهم حلم خلي بالحضرين عشان بيحبك الجسم ده يا جماعة محتاج للحب محتاج للحب الإنسان كل ما يكره بيفرز حاجات صعبة جداً لكن الحب سهل قوي زي المية السقعة اللي بتشربها خلي بالحضرتك والله لو شربت شوية مية ساعة من واحد انت بتحبه بينزله شفاء في جسمك لو شرب شوية والله لو شربت الايه ماء ايه او شربت افضل عصير في الدنيا من واحد غصبة عنه او غصبة عنك بتنزل زي ما بقوله ما بتسرش في جسمك تحس كده عشان كده انا بقولك فاستبقوا الخيرات اصنع الخير وانت في ايام مفترجة وايام جميلة اقولك على حاجة اتفرحك اللي صلي ظهر في رمضان كأنه صلى سبعين واللي صلي ركعتين صنة كأنه صلى فريضة ده مش كلامي ما انا جايبه منين قول يا سيدي انت قاعد قدامي وخلاص ده سيدنا النبي اللي قال كده من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كانك من ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فيه فريضة كانك من ادى سبعين فريضة فيما سواه الله الله يا سلام على الجمال هتطلع ميت جنيه احسب بقى واضرب وعد بقى كده مع نفسك الله يعني ربنا فتح لأواب الخير اه فتح لأواب الخير واحد طيب هو انت لما تطلع ميت جنيه لله صدقة من زكاة مال بقى فيه ناس بتطلع زكاة مال كتير اتبص تلاقيه عندك فيه مساجد محتاجة خلي بالحض لتك مساجد محتاجة زكاة مالك تخيه لما واحد يصلي ويدعيلك وواحد يصلي وليك عند ربنا وبعد ما انا موت بعد ما اتبرعتي كده في مسجد وقابل ربنا وبعدين يدخل واحد يصلي الحسنات والبنك جاري هو بيصلي والحسنات رايحالي في الاخرى زي الدل على الخير كايه كفاعلة اللي بيدل على الخير زي اللي بيفعل الخير انا مش قادر بس عارف صاحبي وربنا ما اديله واقول له تعالى دل على الخير لو دلت على الخير ربنا هيديلك الخير الدل على الخير كفاعل ممكن تتصل على واحد مكالمة هتكلفك كام تلاتة بيض كام مليم هتكلفك ربع جنيه وتتصل عليه وتقول له ده فيه كذا وكذا 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 تخيل ربنا يفتح لك ازاي خلي بالحضرتك كأنك انت اللي عملت كده بالزبط شوف ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد أبدا لكن لما تدل ربنا هيفتح لك انت أبواب الخير وأبواب السعادة سئل أحد الصالحين من أسعد الناس قال من يسعد الناس أو من أسعد الناس اللي بيسعد الناس هو أسعد الناس جميلة جدا الله العظيم قمة المتعة ان انت تدي واليد العليا خير ها انا مستمعك خير من اليد السفلة انت عارف الست اللي بتعمل الخير اكتر حد ممكن تقول لي زوجها زي زمان تق الله ولا تدخل علينا ايه حراما هي تقدر تقول له ايه وزود شوية عشان ربنا يدينا عارف انت لو عين تصدق يوم ربنا يديك الصحة لو محتاج فلوس تصدق يوم ربنا يعوض عليك لو معرفش ايه اعمل للخير تلاقي الخير وبعدين كان يقول لك ايه ابن الليل ام صلي ركعتين عشان انت خايف من ظلمة القبر يوم الخوافل الخايف ام صلي ركعتين لوجه الله واوعى تغفل ولو لحظة عن الاستغفار فان الاستغفار يفتح الاقفال والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب اللهم صلي وسلم وبارك علينا صلي عليك تير وانت قاعد سمعني كل اللي دلوقتي سمعني وانت في البيت انت عملت وتبخي في البيت واستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انت ركب عربيتك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله اليوم دول هتقولها مرة كأنك قلتها كأنك عملت فريضة واحد بقى كده الزاكرين الله كثيرا والزاكرات ان المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات لما راح للذاكرين قالك ايه والذاكرين الله ايه كثيرا الوحيدة اللي قالها ليه عشان عايزك تسكر ربنا كتير واستغفر كتير الاستغفار يفتح الأقفال وما تقولش عنده ربنا مستحيل لأن الله على كل شيء قدير ما عندوش مستحيل اطلبه من الله المستحيل يا ربي دانا كم مرة ربنا انقذك انت يا اللي قعد تسمعني ربنا انقذك كم مرة من المشكلة واعطي فيها كتير عشان هو بحبك صح ولا لا شوف ربنا يقول في القرآن ايه اسمع كده يا سيلي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ركز معايا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عايز اقولك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بدام النبي موجود ليعذبهم ليعذبهم فعل تب والفعل ايه اللي يحصل ركز في اللغة العربية اللي في القرآن ربنا ما بيقولش كلمتين زي بعض في فرق بين الأب وبين الوالد لو قال أب في القرآن يبقى مش أبوك المباشر واذ قال إبراهيم لأبيه آذر وآذر ما كانش أبوك نعم قالوا نعبد إلهك وإله آباءك يعني أجدادك لما يتكلم عن أمك وأبوك يقول إيه ووصينا الإنسان بوالديه أبوك أمك المباشرين وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا خلينا نرجع لمؤسسة الردوان المؤسسة زي ما قلتلك يعني أنجزت في حوالي خمسة وستين مسجد في جميع محافظات مصرنا الحبيبة وطبعا بتذهب لكل الأماكن سواء سواء في أي محافظة يعني في أي محافظة تلاقي ما شاء الله يعني الله يبرك فيهم يا رب الناس بتسعى للخير والكلام ده كله أنا معايا تقرير دلوقتي قرية المحمدان مسجد ده مسجد قرية المحمدان يقع المسجد في منشاءة عبد الرحمن تابعة لمركز دي كيرنس لمحافظة الدهلي خلانا نشوف التقرير وارجع لكم مرتاني من هذا البلد الطيب المبارك من قرية أم محمدان التابعة لمنشاة عبد الرحمن مركز دي كيرنس محافظة الدقالية المسجد يعني على مساحة بعد التجديد طبعا 550 متر وطبعا المسجد في مسيس الحاجة حيث أن التكدس السكان بيحط بالمكان وأهل أذى المكان يناشدون أهل الخير المسجد حالياً مساحة صغيرة جداً وعيل السقوط وأعملنه قبل كده أجزاء من الشخشيخة ورمناها وحالياً لا يصلح والمسجد مساحته صغيرة جداً على أهل القرية حالياً وهو فيه أماكن كتير للتوسعة والله والله إبني ليه هنا أول والله الشخشيخة وقعت منه حتى وقصره عدد قبل 6 شهر لا إله إلا الله يتجب الـ 6 شهر حين يعني فيه قطعة وقت عدد وهو بصلي ويتجب الـ 6 شهر المسجد ده هو المعمول من سنة يمكن قبل الستينات نعم خد تبالي حضرتك ووالله الأوافقة تأكلته مرة وحنا رممناه نعم وبعدين نصر لنا فيه تاني وليجع أفليه تاني لأن المسجد بيقع منه قطعة من الخلصانات من السقف وخفع المصليه نعم وبعدين المسجد الوقت مساحته دهية زي ما لحضرتك شايف تمام وحواليه واسع أهلا بنصر لبرة هنا في البرد هنا ولو فيه جنازة بنصر لف السرعة ده خد تبالي حضرتك ولازبة ظروفها تعبانة ولمين أجوزي برضه على قد ما قدرني وربنا يبارك فوقه وفي أهل الخير المسجد هايل للسقوط من زمان والله والجه قبل كده الأوقاف وقفلته علينا وكنا بنصلي في الشارع هم قفلوه خوفا علينا يعني من سقوطهم ممكن يقع علينا وحنا بنصلي فاحنا بنناشد كل من يقدر ويا بخت اللي يقدر ويساهم في حاجة زاديا وبناء مسجد موسيقى نضطر نفرج برا في الشوارع وكدر يال لأن المسجد زا ما حدك شايف في مساحة كتير مهضرة منه العزبة طبعا ناس يعني عالق دها والعزبة تتكون من 3000 نسمة والناس هنا في صلاة الجنازة فضلتك في جنازة أو جمعة كله بيصلي برا فبينزل عليهم المطر من بداية إنشاء المسجد كانش فيه أي مسجد موجود تاني فكل المناسبات بتقام هنا في المسجد طبعا مع كبرو مساحة البلد بقى المسجد غير مناسب خالص بالذات في أوقات الزروة زي صلاته الجمعة مثلا أعداد العزبة الأفراد بيزيدوا علينا فعايزين مكان ومساحة تكافل العزبة وانت شايف مساحة المسجد حواليه ليه مساحة كبيرة ممكن نستغلها ونوسعها في المسجد بحيث إن هو يكتفي بالعزبة وهي عزبة ما فيش غير المسجد واحد يعني لازم بنى حاجة احنا بس عايزين مكان احنا نصلي فيه ونحفز ولادنا فيه قرآة يعني لازم صلى للنساء اه والمسجد يتوسع عن كده لأن زي ما حضرتك شايف ما يناسبش العزبة العزبة كبيرة على المسجد ده احنا عايزونه يتجدد بدل ماه على العيال ولا على حد زي ولا حاجة نتمنى يبقى مسجد جميل ونصلي فيه وعيالنا يحفظه قرآن وربنا يباركوا فيه ومحفظه اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم رجعنا لكم بعد الفاصل طبعا حضراتكم شفتوا التقرير اللي كان معانا مسجد قرية ام محمدان التابعة لمنشأة عبد الرحمن مركز دكيرنس بمحافظة الدهلية زي ما شفتوا كده يعني اهل القرية تكلموا ان المسجد طبعا قايل للسقوط واهل القرية بيصلوا برا في المسجد طبعا الشتاء اللي فاتت خدوا كلهم صلاة برا وبنقول ان المسجد يعني في حالة صعبة ليرتلها عشان كده بقولك يالله شفت المسجد وشفت الوقات اللي فيه وانا سمعت ان في حاجة من الشخشيخة يعني السقف كده وقعت والاطفال يعني بيعانوا من الموضوع ده وانا شفت السيدات الفضليات وهم يعني بيتكلمنا عن ان هم عايزين مكان عشان برضو ايه اهو يمكن قدامكو دلوقت اهو زي ما انتوا شايفين المسجد قدامنا اهو عشان كده انا بقولك يلا ساهم وكن انت من الناس اللي بتبني اه انما يعمروا مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر عشان كده المسجد زي ما قلتلك بيقع في قرية المحندان هالتابعة لمن شاء عبد الرحمن مركز دي كرنس بمحافظة الداهلية مؤسس الردوان بتبني في المساجد وهي دلوقت المسجد ده عايز احلال وتجديد واحنا بنتكلم في برنامج الدين والحياة برنامج المتميز يعني المفضل لكم الدين والحياة برنامج معروف في يعني في كذا مكان ان احنا بنقول يلا نساهم في بناء المسجد بصوا يا جماعة والله حاجة تحزن جدا 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 بيت من بيوت ربنا وزي ما ربنا يعني بيقول ان بيوتي في الارض المساجد بيوتي في الارض انت ما تقبلش كده خالص انا شايف والواحد حزين جدا جدا لو انا عندي وبيتي يعني على قدر المستطاع ابدأ كده اتحرك زي ما قلت لك كده المسجد طبعا محتاج احلال وتجديد وتوسعة وما فيش مكان لتحفظ القرآن ولا مصلى للسيدات وطبعا قلنا ان في حاجة وقعت من السقف بصوا بصوا المكان عامل ازاي والمسجد تقريبا ان هو كان مبني كان قديم جدا جدا وعايزين نقول ان احنا يعني يلا نتحرك من النهاردة ونبدأ ان احنا فعلا نساهم في بناء المساجد بصوا ده تبدأ قديم اوي او زي ما حضراتكم شايفين او احنا يعني بنتمنى من كل السادة اللي بشوفونا السادة الكرام والسادة المخلصين والسادة المتبرعين ان هم يشوفو في مؤسس الردوان وبرنامج طبعا الدين والحياة بنقولوك يا جماعة بصوا بصوا التشققات اللي موجودة يعني ده مشكلة كبيرة جدا 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 بصوا بص ايه ده والله حاجات صعبة جدا جدا اول مرة شوفها فعلا ان المسجد محتاج احلال وتجديد يعني تسلم ايد المخرج والله يجاي بنا الحاجة والتقرير اللي معانا من مسجد ام حمدان المسجد يقع في قرية ام حمدان التابعة لمنشأة عبد الرحمن مركز دي كرنس بمحافظة الداهلية المسجد ده الناس يعني صلوا بره الشتاء اللي فاتت وعشان كده انا بقولك يا جماعة جلا نبدأ من دلوقتي لو الناس ما وقفتش جنب بعض زي ما قلتلكم في اول الحلقة الحلقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الناس اللي بتحب الخير انت فين انت قاعد تسمع يعني انا بقولك اتحرك المسجد ده يعني وخاصة الناس اللي حوالين المسجد وحافظة الداهلية ناس محترمين جدا واهل كرم ومصرنا كلنا الحمد لله يعني الناس بتحب المساجد وناس عارفين ربنا جدا جدا وكلنا الحمد لله يعني اد واحدة يعني عشان كده انا بقولك يلا نساهم في الخير ويلا نساهم في بناء المساجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ايه في الحديث الشريف من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة الله 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 يعني مفحص قطاع لو بنى حاجة سغير ده دليل على ايه ان انت بتساهم اه انا والله كنت تساهم وبعالين بقولك في حاجة اسمه دولاج يعني مثلا يجي واحد يقولك ايه انا هتبرع بيوم كامل عمالي يشتغل في المسجد واحد يقولك انا هجيب مثلا خمسين طن اسمنت واحد تاني يقولك عشر طن حديد مش شرط يكون ماديا يعني ممكن يكون حاجة عينية تبدأ ان انت كده تتحرك وتساهم في فعل الخير وان ان انت يكون عندك الوازع اللي موجود اشان ربنا يعوض عليك والله واحد كان زمان يقولي ايه انا ما اكون عندي هم بطلع تصدق خاصة في بناء الايه بناء المساجد فاكرين قصة الرجل ان انا حكيتها لكم من حوالي ثلاث سنين الرجل ده قبل ما يموت كتب وراء لابنه وقال له الكيس ده ما يتفتحش الا بعد ما موت والله انا عارف الراجل لان انا اللي مغسله وهو ميت الله فابنه بعد ما مات راح يفتح الكيس اللي هو حطه في شجرة فوالله العظيم فبيفتح الكيس ليه فيه مبلغ من الفلوس قال له المبلغ ده وزعه على ثلاث مساجد كمل المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده خلي بقى لحضرتك والله العظيم الرجل ده بشرته سمرة تحولت اللي بيض ما انت اقول لي بقى ربنا سبحانه وتعالى فتح له ابواب الخير ازاي يمكن عشان عامل العمل لوجه الله لا نريد منكم جزاء ها ولا شكور لا مستني شكر منك ولا مستني منك جزاء ربنا سبحانه وتعالى ان اجري الا الا على ربي ان اجري الا ها على الله كل حاجة على ربنا سبحانه انت مش مؤمن بالله اه مؤمن بالله عشان كده انت بتعمل العمل لمين لوجه الله ازا اردت الا تندم على شيء فافعل كل شيء لوجه الله هقول تاني يبقى مسجد ايه مسجد محمدان اتابع لمنشأة عبد الرحمن مركز دي كرنس بمحافظة الدهلية انا معايا تقرير تاني هاقد التقرير وارجع مع حضرتكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله جينا في منطقة ضميات الجديدة لبناء مسجد السيدة زينب ده مساحته 1250 متر صحنا المسجد بس 750 متر وقمنا ان شاء الله بعمل اساسات على اكمل وجه عملنا حمامات وعملنا قاية تحفيز القرآن ورفعنا الاعمدة وبدأنا في بناء جدران المسجد فنناشد اهل الخير لمساعدتنا لاستكمال هذا الصرح الكبير هذا الصرح الكبير وجزاكم الله خير معاكم المواندس إبراهيم أحمر عبد الحميد موديل مشروع مسجد دميات الجديدة باسم السيدة زينب الكبير احنا الآن في دميات الجديدة في المسجد المواجه لجمع الدميات الجديدة والموقف الجديدة على مساحة 1250 متر مسطح المسجد 750 متر ومبنى دورات المية والوضوء ومركز اعداد الدعاء وتحفظ الكرآن 450 متر وقمنا بمجهود كبير جدا من مراحل تنفيذ أساسات المسجد وبعض أشياء من الهيكل الخرصاني بالناشر أهل الخير أنهم يوقفوا بجانبنا بالتبرعات بالجهود الزاتية حتى لو بالقليل بحديد بأسمن بزلط برمل بأي شيء يقدر عليه لو بطوبة واحدة فربنا يجعله في ميزان حسناتهم والآن خلصنا مراحل الأساسات كاملة وانتهينا الآن من مرحلة البربخة الخرصانية الأرضية المسجد ودخلين على مرحلة سقف المسجد كمية حديد بس للمبنائين عاوزين 35 طن غير الأسمنت غير الزلط غير الرمل غير المصنعيات وبالناشر أهل الخير أن يقفوا بجانبنا لحد ما يتم المبنى على أحسن وجه هندسي موسيقى 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 معكم أحمد فايز أنا من سكان الحي الخامس هنا قريب من المسجد طبعا المسجد كان طفرة حصلت في البناء وفي التأسيس والحاجات دي أم بطريقة سريعة جدا طبعا بنشكر كل اللي شارك وبنشكر كل اللي هيشارك إحنا عندنا هنا في المسجد يعتبر بيخدم الحي الخامس كله أقرب مسجد ليه تقريبا على بعد أربعة كيلو من هنا الناس كانت طبعا عشان تصلي إما في زاوية إما أنه هو بيركب مواصلة عشان يروح يصلي الفرد ويرجع عشان تصلي ترويح أو تصلي فرد فصعب أن أنت تمشي أربعة كيلو وترجع تاني المسجد فعلا هيخدم منطقة كبيرة جدا جدا سواء ساكن فيها أو سواء مار من قدام الطريق الدولي أو سواء طلاب للجامعة ما تتبني المنطقة اللي قدام الجامعة كلها هيعتبر أكبر مسجد جايلو ناس من كل الأماكن يعني المدينة جامعية ولا كان الناس اللي في الجامعة ولا الموقف ولا أي مكان هيكون المسجد من أكبر المساجد اللي هي تخدم الناس في المنطقة دي أدعو جميع إخواني على مستوى العالم أن يساهموا في بناء هذا المسجد هذا المسجد في منطقة دميات الجديدة مسجد السيدة زينب يرحمه الله والدتي تبرعت بجزء من أملاكها لبناء هذا المسجد والحمد لله قمنا ببناء الوصية وشرعنا في البناء وصلنا إلى الأعمدة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوسر أهل الخير أن يساعدونا ويساهموا في هذا البناء حتى نستطيع أن نكمل صرحا من شروح الإسلام في هذا المسجد وسبحانه وتعالى لا يوجد مسجد قريب في المنطقة حتى يستطيع الأهالي أن يصل فيه ندعو أهل الخير أن يتبرعوا وأن يساهموا ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان حساناتهم الجميع بسم الله الرحمن الرحيم أنا ساميري السادات من الجمالية دقالية جاية ساعدني ورجلتي بالوينش تطلع الطوب وبندعي الناس أنهم يساعدون لأن المسجد في حتة عامة يعني من أحسن مكان مفضلات الجديدة وبندعي الناس أنهم يساعدون بتجميل المسجد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر حضراتكم شفتوا طبعاً التقرير أنا بشكر المخرج العظيم ربنا يبارك فيك مسجد السيدة زينب وحتى كلمة السيدة زينب عشان أنا بحب ستنا السيدة زينب ومسجد ستنا عايز أقول لكم الإسم نفسه عجبني أوي مسجد السيدة زينب أنا أعرف اللي هو بتاع ستنا فلما حد يسمي تاني أنا كده فرحان جداً يقع في منطقة قدت المستثمر الصغير بمدينة دميات الجديدة أمام جمع الدميات المسجد كان في مرحلة صب الأساس مساحة المسجد كان بقى كامل المساحة انت اخذت بالك من التقرير 1250 متر الله إيه ده 1250 متر طبعاً في المسجد مصلى للسيدات ومكان لعداد الدعاء المنطقة ما فيهاش مساجد خالص يعني أي حد حتى عبر سبيل هيمر هيصلي يبقى أنت ساهمت في هذا المكان يعني أهو قدامك أهو ولسه في مرحلة الأساس عجبني الأخ اللي اتكلم دلوقتي وقال أنا جاي من من مدينة بعيدة جاي عشان يساهم ويساعد الناس اللي موجودة أقرب مسجد للمنطقة بيبعد عنه كم كيلو كم عارف كم خمسة كيلو يعني واحد عايز يصلي الجمعة تخيل حضرتك هيمشي خمسة كيلو لو في المنطقة ديت أمام جامعة دميات الحديثة وطبعاً والمستثمر الصغير في منطقة اسمها المستثمر الصغير أقرب مسجد خمسة كيلو عشان راح أصلي الجمعة طبعاً زي ما قلتلكو أني ها هو أنتوا شايفين هو في مرحلة ومشاء الله الناس شغاله في مرحلة صب الأساس وتم صب الأعمدة هذه الأعمدة قدام حضرتكو والبدء في بناء الجدران الحائط والمسجد طبعاً تم بناء الحمامات ومكان لعداد الدعاء وتم بناء السقف الله شكله جميل جداً خاصة المساكن الجميلة اللي حواليه والمسجد إن شاء الله يطلع في أبهى وأجمل صورة لأنه بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ده اسمه مسجد إيه؟ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وعلى آل بيت رسول الله أجمعين يقع في منطقة المستثمر الصغير بمدينة دمياط الجديدة أمام جامعة دمياط أمام جامعة دمياط المسجد طبعاً زي ما قلت لكم أنتوا شفتوه دلوقتي يعني الناس اللي ما كنوش معانا من شوية المسجد الحمد لله تم صب الأساس والأعمدة والحوائط الحمد لله بدأ الجدران قام تهيت زي ما انتوا شفتو كده يلا بقى انت شوف بقى دورك إيه؟ وانت قاعد كده يعني وخاصة البنات اللي هم بتوع الجامعة اللي تلاقيها ما شاء الله بتكتب كده على الألفيس أنا أقول لك زمان كانت الستة تعمل إيه؟ هعقد لك مقارنة كانت تقول لي زوجها أنا سامعة ان في مسجد بيتبيني فتقول له خد الفرخة دي أو بطاية واتبرع بيها فياخدوها من هنا بطا على كله سكر على كله رز ما عرفش بيعمله إيه بص يبيع ويبدأ إيه فالحاجة القليلة قوع تستصغر تستصغر مثلا الحاجة اللي بتطلحها قوع تستصغر حاجة لا 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 دا عند ربنا كبيرة وربنا هيبارك فيها جدا 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 أما رجال الأعمال والناس اللي هي بتطلع زكاة مال شوف المسجد محتاج إيه والناس دي محتاجة إيه ويبدأ اشتغل أنا بقول لك الستة الزمان كانت بتعمل كده ومال دلوقتي تقوم لك قبل المغرب وتي كوي والكلام اللي بيحصل وتقوم بقى إيه زي الراجل اللي صايم طول النهار وخاصة الناس اللي بتشرب سجاير يعمل إيه يأكل بسرعة عايز يشرب شاي ويحبس بسجارة ده اللي بيحصل يقول لك أحب أحبس خلي بالك طب الستة تعمل إيه البنات دلوقتي الفرافيل اللي لسه أهم حاجة عندها النت تبص تلاقي البنت في تالتة عدادي ولا في تالتة جمعة ولا تالتة في سنوي وتبص تلاقي اللي لسه متجوزة جديد بنقول لها يعني حاول النتة تعملي حاجة وبرضه تسهمي الدال على الخير كفاعله بقول لك زمان كانت تعمل ده كله ويتعمل كل حاجة الستة ومتشتكيش أبدا دلوقتي لأ الزوج يعمل لها كل حاجة تقول والله أنا ما شفت معك يوم حلو ما شفت خالص وممكن تتباح له القطة وتوري العين الحمراء وتقوم تعمل شاي بلبن شوية مياه سخنة تقع على صباحها تكتب على الفيسبوك اللي كل البنات زمايلها إيه أنا شفت المتبعين على شوية شوية مياه سخنة بس يقع على إيدها خلي بال حضرتك لكن زمان الستة كان ممكن صباحها يتجرح جرح كبير وغائر وتحط عليه شوية شوية إيه قول معايا لمخرجنا الجميل تحط عليه شوية بن بن آه آه شوية بن كده وتربط عليه وتبص برضو بتغسل الموعيد دلوقتي لو غسلت طبقين وأي مدايخة ومدرويخة والدنيا متكركبة على دمخة وتقول لك معرفش وتقوم وتنام والتليفون في إيدها نقول لها يلا عمل الخير واستبقوا الخيرات وين وينية جميلة وقومي بقى كده اللي نام دلوقتي واختم القرآن واستغفر وصلي على النبي العدنان وخلي رمضان شهر جميل زي ما قلت لك في أول الحلقة إن ربنا بيحبك فعمر النبي ما طلب ربنا يطول في عمره إلا مرة واحدة كان يقول اللهم ما بلغنا رمضان عشان ربنا يديه وخلي بال حضرتك عشان كده أنا بقول لك يلا يلا دلوقتي ابدأ انت عندك كم مسجد النهاردة عندك مسجدين المسجد الأول قرية المحمدان والمسجد الثاني مسجد ستين السيدة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنا عايز أقول لكو برضو إن إحنا في رمضان اللي زعلان من حد يصلحه اللي زعلان من حد يبدأ يكلمه وما تحملش نفسك إن انت شايل من ده وشايل من ده آه الناس شوك والناس متعبة جدا لكن حاول تكون انت الحاجة الجميلة اللي ربنا يحرم جسمك على النار حرم على النار كل هاي لي سهل قريب من الناس كل ما تكون قريب ربنا يحرم جسمك على النار ابدأ كده بالحب الحب نحيا وبالأحباب نكتمل وكل قلب بقدر الحب يحتمل في سدرة اللقية صوت الحضور مرتفع والواصلون بغير الحب ما وصلون عايز ربنا يحبك حب الناس وحب الخل للناس وحب فعل الخير وهم ربنا يفتح لك أبواب الخير انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى واحد من آه امة الأزهر العظماء في أزهرنا الجميل واحد بيسأله بقول له يا مولانا قال له ايه قال له افضل العبادة ايه والله لا قال له صلى ولا صومة قال له جبر الخواطر قال له ايه قال له فرح الناس قال له الكلام ده جبته ازاي قال له في حديث عن النبي بقول ايه لما سئل النبي عن افضل الناس قال ها انفعهم للناس ولما سئل النبي عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة او تزيل عنه ضيق يقول النبي ولئن امشي في حاجة اخي خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا اللهم صلي وسلم مبارك عليه ولذلك تلاقي ناس كتير بتقف جنبك من غير ما تسأل والله العظيم ومن غير ما تعرف انت مالك خلي بالك تلاقيهم واقف جنبك وقول لك لا ده افضل حاجة جبها لك شوف ربنا يقول في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون ما تجيب ليش بقى فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر عارف الاخر جاب ايه راح جاب اردأ حاجة عندهم والله انا في ناس تروح لهم تقولهم انا عايز عسل نحل يديك افضل حاجة ربنا يبارك فيهم واحد تروح له تقول له انا عايز اجمل اللبس عندك يدي لك احلى حاجة واحد تقوله انا مزنوق علي يقولك محتاج كام ومش عايزهم وكتير امثلة كتير جدا جدا ولذلك انا عايز اختم بابيات شعر جميلة جدا الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات واوقات لا تقطع عن يد المعروف عن احد ان كنت تقدر فالايام طارات واشكر صنيع فضل الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما مات فضائل هم وعاش قوم وهم في الناس امواتهم هتعيش بين الناس وانت ملكش اي الا فحلى واحدة بس لما تفعل الخير وتسامح الناس وتعف عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك اللي علمنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الروعة اللي انا بصراحة بحبه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ها ما يحب لنفسه زي ما انت ما ترضاش حاجة على نفسك ما ترضاش على غيرك حط نفسك مكان اللي انت هتأذيه وبرضو نفس الكلام انت بتحب الخير لغيرك هيجيلك الخير اذا كنت على طريق محبوبك لهانت عليك كل امورك فالمحبوب على طريق حبيبه وعينه عليه في ذهابه ومجيئه وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نجاه مولاه من كل من آذاه ومن كان معه سيده فالكون كله يؤيده اللي مع ربنا فمن عليه خلي بال حضرتك عشان كده انا ختمت بالابيات الجميلة الوفاء وحب الناس ونسامح بعض ونصنع الخير فان صناعة الخير تقي مصارع السوء تشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة وقتنا خلص ووقت جميل مع هذه الوجوه الجميلة المضيئة بشكركم شكرا جزيلا كما اشكر القائمين والمخرج العظيم اخراج فوق الوصف وكل الناس اللي معنا في الكنترول بشكركم شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وحفظ الله مصر واهلها وجيشها من كل سوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا